بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه نصيحة عامة لجميع الشباب المهتمين في البيئة وفي الأمور هذه أنا ملاحظ أن كثير من الشباب في الخليج خاصة في الخليج والوطن العربي بعد لكن الخليج بالذات بدأ الشباب الله يجزاهم خير يكافحون ويتوععون على الأمور الاندثار البيئي الدمار البيئي اللي قاعد يصير هو ناس قاعدة تجتهد وبقوة فالمجهود المجهود إذا ما شارك فيه المجتمع بأشكال فردية ما تقدر تسوي شي أو بالمعنى الأصح بدل ما يكون تأثيرك أمية بالأمية يكون تأثيرك واحد بالأمية الآن الشباب جزاهم الله خير والكلام عام حق الكل يجتهدون أنا عندي بذور كذا أنا عندي بذور كذا توزيع مجاني أنا عندي حلو حلو ممتاز لكن فيها عيوب العيب الأول التوصيل العيب الثاني عدم الاهتمام شاب يأخذ له بذور على أساس أنه يزرحها يزرح على نبتتين وبعدين ينسى الموضوع وبعدين تموت النباتات وأنت الشخص اللي متجتهد وتوزع بذور يصير عليك ضغط هائل مثال بدل ما أنا بالسنة هذه وزعنا مليون بذرة الشباب ككل الخليل من جميع الشتلات البرية النباتات البرية وزعنا مليون بذرة بالنتيجة الفعلية يمكن خمسين ألف أو ثلاثين ألف وصل مرحلة الاستنبات والاستدامة أنه صارت الشجارة وكذا نسبة ضئيلة جدا ومجهود كبير راح يعني فراغ فأنا قاعد أطرح فكرة بهالفيديو هذا وأتمنى من جميع الشباب وأي شخص مهتم في النباتات والبيئة اللي هو تحويل المجتمع إلى مجتمع فعال في أكثار النباتات البرية طيب مشكلة الناس لما تقول له عرفج يقول لك الله أيو الله أبي بذور عرفج بس والله ما عندي مزرعة أبي بذور عرفج ما عندي استراحة ليش؟ لأنه رابط العرفج بالبر رابط نبتة العرفج بالبر سمر الله والله ما عندي مكان أزرع فيه طيب تروح لبيت الشخص هذا نفسه تشوفه حاطلة كونك كاربس وحاطلة صفصاف وحاطلة برهام ما دري شينو وحاطلة جوافة وحاطلة منقة وحاطلة مش عارف إيش أشياء يعني خاصة في المناطق الحرة مثل الكويت مثل المناطق الحرة في السعودية أو كل دولة عندنا في الخليج فيها مكان ما يطلع فيه الشي هذا يعني واحد زارع ليموز بالشارع عندنا الكويت درجة الحرارة بالصيف 62 يحترق مكانه زي ما يولع فالفكرة هذه لازم ننقلها ونتداولها بتويتر وبمجالسنا وبكل مكان شين الفكرة؟ استبدال النباتات المستوردة واللي أصلا شبعنا وملينا من شوفتها الكونا كاربس بكل زاوية بكل شارع الصفصاف بجميع الشوارع منتشر بالأمارات قاعد يكافحونا بالدركتر يسمونا اعتقد غويف أو شيء شذي غير عن الغاف كافحونا بالدركترات شيلونا ملينا عيننا ملت من النباتات هذي وما منها فايدة ومخربة يعني الصفصاف قليل تاكلها الغنم مثلا الكونا كاربس يسكر مجاري وكسر بيوضة ومش عارف ايش وينبت يطلع فيه دود فنبي نوصل ثقافة الناس أن النباتات البرية جميلة أمام المنازل يعني بالله عليكم أجمل السمر خاصة سمر المدينة الحجاز يعني تشوف جذعها حمر شحالاتها ولا الصفصافة شنو الأجمل طبعا السمر شكل جمالي شكل جمالي السمر أجمل الشجر هذا اللي يجيبونا من بره اللي يستوردون بذوره من بره هذا اللي مثل النصي لكن شكله كبير يعني أجمل هو ولا الثمام الثمام جميل جدا تخيل وانت معاي الآن تسمع كلامي تصور الوضع الثمامة كبيرة بزاوية البيت عندها صخر أجمل العرفجة ولا بعض النباتات هذه المعفنة اللي يجيوونها من بره العرفجة جميلة جدا أصلا إذا هي خضرة جميلة وإذا هي ناشفة جميلة اسمها عرفجة الناس تمر بالشارع تشوف عرفج الله شحالاته ونافع للنحل النحل يتغذى على عرفجة السمر يتغذى عليه النحل أحسن من الكورنكاربس وأقوى من الصبصاف والعسل ما أطيب من الصبصاف الأرطة يعني أنت لو عندك أمام المنزل يعني مساحة ترابية مثلا خلنا نقول أربعة بخمسة لو أنت فضيت المكان هذا وحطيت بالنص أرطة بالنص وحطيت حوالها صخور جميلة على الحوض واسقتها ماء وانتشرت تخيل معاي المنظر جميل رهيب جدا جدا رهيب مو شوية فالفكرة أني أنا بوصل للناس أن ازرعوا النباتات البرية أمام منازلكم مو شرط عندك مزرعة ولا استراحة ولا في البر ولا ما هو شرط ليش حنا ما عندنا خلاف أنه واحد يزرع في البر وكذا استمروا بالموضوع هذا وشيء جميل ما قلنا لا لكن وين التحول أنا أقول لكم وين التحول هذه الفكرة اللي أبي التركزون عليه وانتم أعلم مني أخوكم متواضع الصغير يعني اسمحوا لي أنا أستفيد منكم أي واحد يسمعي الكلام هذا أنا أستفيد منه ما أعلمه لكن الفكرة بدل ما أنا أتعب يعني خلنا نقول بالخليج 200-300 شخص قاعد يكافحون بتويتر ويوزعون بذور مجانة ويروحون للبر ويلقطوهم بذور يجمعون بذور ويراسل فلان ويدق على فلان وتعبوا عوار راس وبالأخير النتيجة مثل ما قلت أول فيديو النتيجة ضعيفة أنا أبي بعد ما ندخل الفكرة هذه مخ الناس والناس تبدأ تزرع من أمام بيوتها وتنزل صور شوفوا شكله ثمام شوفوا شكل العرفة يا أخي حتى الثندة جميلة شوفوا شكل الطالح وهذا الطالح نجدي وهذا الطالح مش عارف إيش وهذا غضاء وهذه شجرة الفلانية وهذه شجرة الفلانية أمام المنازل الناس رح تتثقف وين النتيجة بذلك كلام هذا كله اللي قلته النتيجة يا أخوان بعد كم سنة العرفة طبعا ما يطول ويطلع بذور خلنا نقول فترة زمية خلنا نقول خمس سنين مثلا لا تركزون على التاريخ لكن كمثال جدلا يعني خمس سنين بالكويت بالسعودية بالإمارات بالعمام قطر البحرين أو باقي الدول العربية البذور بالشارع يعني واحد بهالشارع بعد خمس سنين دش مخة النباتات البرية والبي أو بدأ يحب البي أو حس إحساس بي وكذا بعد خمس سنين قبل ما كان عنده إحساس بي بعد خمس سنين تحول صار حريص على البي أو صار كذا وين البذور البذور بالشارع بالشارع قدام بيته جارع عنده أرضة قص منها ولا أخذ منها ولا جارع الثاني زارع لرمث رمث رمث قدام البيت أخذ بذوره الشارع اللي وراه عرفه بالشارع تخيلوا البذور بالشارع لا يدق على أحد يطلب منه بذور ولا وصل لي ولا وصل لك ولا أي شي ويصير مثل التفاخر أو التنافس أو مثل ما تقول التقليد أو يعني هذا والله بيته زرع حلوي شنو هذا هذه سمر والله شجر هذي جميلة شكبرة شنو هذا هذا طلح بين البيوت الثقافة تنتشر بين البيوت والله يا أخواني اللي أنتم مهتمين في البيئة اللي تسمعون هالفيديو هذا قسما بالله بعد خمس سنين أنتم توقفهم ما تشتغلون ولا تشغلهم بالك تبدأ الناس تلقطوا البذور من الشارع مثل ما قلتكم إذا بلوا شو الناس يزرعون راح ينزلون صور راح ينزلون صور يا أخي أنا حط لي غض النظر عن الهواية أو كذا ماهما ماكو مشكلة أنا حط لي صدر هذا صيني هذا مادري شنو هذا ماهما واتعب وفلوس يا أخي حط بينهم صدر برية وحده 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 ثقافة تغيير إذا جو صدقائك شنو هذا خاصة بالاستراحات والمزارع وكذا هذا صدر كذا هذا شنو هذا صدر برية أنا أجزم أجزم أن الشخص راح يقول أنا بي من بذورها هذه يا أخي الصدر البرية شكلها جميل جدا بعدين ترى أكثركم يشوف الصدر البري بالبر ما هو مقلم يعني مهيشة مكوشة يعتقدون أن شكلها مو حلو ورقها حلو وإذا قلمتها وصلها جذع واحد وانتشرت جميلة بشكل رهيب والنبق ما لها اللي يسمونها كنار هو نبق النبق مالها صحيح أنه يعني صغير جدا لكن لذيذ جدا أنا كشخصيا ما أكلت ألذ منه بحياتي أنه صرح تزرع هذه الرسالة وآسف على الإطالة وأتمنى منكم يا شباب كلش كلش إذا ما تبي تتعب نفسك انشر التسجيل هذا واسمحوا لي على الأسلوب ترى والله عفوي والله لا حضرت كلام ولا شي على قولتهم زورت كلام بنفسي وقلت زورت باللغة العربية يعني جهزت كلام في نفسي بس فتحت الفيديو وتكلم فاسمحوا لي إذا فيه شي غلط بالأسلوب أو لفظ غلط أو شي والشباب اللي اللي ما دشوا به المجال ترى العملية سهلة جدا لا تعتقدون أن النبات البرية أي على طاري اشجارة أنا أحبها جميلة جدا لازم أقولها لكم الأراك الراكة واللي هي السواك لو تزرحها أمام المنزل ودك تنام فيها تخلي البيت داخل بس تنام داخل نص الأراكة وتترك البيت من جمالها وحلوة ومفيدة تستخدم سواك ما هو شرط أنك تقص جذورها لو استخدمت الأقصان سواك حتى ورقها دش أنت تشوف فائدة ورق الأراك أنا أتكلم عن الجمال بتشوف الناس تزرع الأراك بالشوارع عموما اسمحوا لي على الإطالة أو جزاكم الله خير كنت أتكلم موضوع اللي ما هو مثقى في النباتات البرية لا تعتقد أنها صعبة سهلة جدا 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 كل النباتات الدخيلة على أماكننا كلها نباتات برية بالطبيعة استوردناها وزرعناها من باب أولى أني أنا أزرع نباتاتي أنا الشخصية اللي تحمل جوي ولها رابط ثقافي وإرث وش اسمه وحب في نفوسنا حنى هذه نباتاتنا حنى نباتات بلدنا نباتات ديرتنا اللي تتحمل ولا فيها عيوب يعني مضار ولا فيها شي فلا تعتقد أن الأمر صعب ترى الأمر سهل كل اللي عليك كل اللي عليك أنك تديش تويتر أو أنك تديش جوجل وتبحث عن بيع نباتات برية توزيع نباتات برية بتويتر تتابع الشباب اللي بالبيئة كثير جدا كثير جدا بالمنتديات أنا والله ما يحضرني الكثير لكن عندكم منتدة مكشات ممتاز جدا بالمواضيع هذه ويمكن فيه منتديات ثانية إن شاء الله زينا أنا والله ما أجهل المنتدى مكشات ممتاز جدا وفيه تويتر مكشات موجود وعندكم كثير من الشباب جدا ما تحضرني أسمائهم في الكويت وفي السعودية يعني دش تويتر اكتب بذور طلع لك أشياء وادد تخير من الناس اللي تضيفهم تابعهم تواصلوا مع الناس أنا يدقون عليك شباب كثير جدا أنا بالكويت ما أدري منين يجيبوا الرقمي والله ألو شونك كيف حالك أبي البذور الفلانية أقول والله ما عندي إلا النوع الفلاني بس فأوزع الحمد لله الحمد وزعت كثير أنا أستغرب أقول هذا منين جاب رقمي أولا أنا ماني ذاك الحضور في النت وتويتر وكذا الشي الثاني أنه بدأ شوي الناس تميل للنباتات البرية شلون لو أنا موزع رقمي وبتويتر وكاتب أنا موزع كان صلاة كثيرة جدا فأنتي يا أخي الكريم ما هو شرط أنك تصير مزارع ولا هو شرط أنك تصير عندك علاقات بالشباب اللي لهم اهتمام بالبيئة والنباتات البرية يعني تتابع لك واحد يكتب السمر الفلاني يفرق عن السمر الفلاني بالنوع الفلاني معلومات ضخمة أنت مو بحاجة لها أوهو هاوي هذا مجالة كيفة أنت مو بحاجة أنك تعرف كل شي بالتفصيل أنت حاجتك أنك تقول أبي بذور راك راكة شلون تنزرع إجابك أبي بذور صدرة شلون تنزرع بس أنت حدك أنك تحصل على البذور وتزرعها حالطريقة الصحيحة ما أنك محتاج أنك تدوخ نفسك وثقافة لا يعني تقدر خلال يوم أنت واصلتك بذور أنت زارحة طالع عندك شجر الحمد لله فلا تصعبون الأمور على نفسكم الرمس يا أخي العرفج أسهل ما يكون الرمس طبعا هذا مو وقت أني أشرح يعني لكن سهل الرمس سهل هذا الكلام موجه للشاب اللي ما عندهم ثقافة بالنباتات البرية الأمور سهلة والأمور طيبة والشباب والله العظيم بغض النظر عن شخصياتهم بشكل عام كل الشباب اللي في المجال هذا يدورون اللي يدق عليهم يعطونه بذور أو يبيعونه أو ينصحونه ما راح يقولون لا أنا شخصيا كمثال يعني ما هو مدحن ولا كذا مع قلة ثقافتي أصلا في الموضوع هذا أنا أتعلم من الشباب الله يجزاهم خير كلهم تاج على راسي تجيني اتصالات من الناس ما عرفهم والله ما عرفهم قالوا سلام عليكم حبيت أسألك شلون كذا كذا أنا مستغرب أنا ما أنا حط اسمي بتويتر أني أفهم الناس مع ذلك يدقون من أين يجبوا الرغم ما أدري لأن أنا عندي مشاركات يمين ويسام فالظاهر يبحثون يبحثون تصيدون الرغم يدقون علي فالموضوع لا حد يدق علي بعد الفيديو هذا لاتعتقدون أني عالم فالموضوع سهل جدا و جميل جدا فأنا أخلي المجتمع هو اللي يتحول إلى مجتمع بي المجتمع هو اللي يشيل عني الجهد والشغل يصير توزيع على المجتمع أو جزاكم الله خير لا بسأل في الموضوع ما رح أسكت الله يوفقكم يوسع لكم إن شاء الله يا رب آمين وبإذن الله وترى لا تنسون أنه فيها أجر من الله عز وجل فيها حديث كثيرة جدا المفروض نقول كلام هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أي كلام ثاني على عقولنا و على ثقافتنا و على كل شيء لكن تذكرت فيها حديث كثيرة جدا عن الشجار اقراها رح تزرع زرع حتى داخل بيتك غرفتك من كثر يعني الأشياء الأحاديث اللي تشجعك والأجر عند الله عز وجل هذا و صلى الله على نبينا محمد عليه ألف الصلاة و السلام و هو قدوتنا في البيئة ما هو الغرب ولا الثقافات اللي دخيله قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس اللي حافظون على البيئة و اللي ذكر حديث عن الأشجار يا أخي يكفينا فخر يكفيكم فخر يا شباب عليه الصلاة السلام أن النبي صلى الله سلم بايعوه الصحابة تحت شجرة واللي هي شجرة السمر شوفوا قيمتها شوفوا قيمة الشجرة والله لو زرعتها أمام منزلك اعتقادا منك أنها الفصيلة هذه النبي صلى الله يا ما استضل فيها و يا ما شب نار منها و يا ما وبايع تحتها إذا كانت هذه نيتك و حبك لهذه الشجرة لحب النبي صلى الله ما أنا عالم لكن إن شاء الله على حسب النية أن الله بيرزقك بالأجر أو جزاكم الله خير و عليه ألف والصلاة والسلام والسلام عليكم